الحديث حول صلاحية الخضروات والفواكه القادمة من جمهورية مصر للاستهلاك البشري يتحول إلى فعل وتوقيف لبعض المنتجات المصرية للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات مدير فرع جهاز الحرس البلدي مصرات يوسف حيسي أكد لليبيا الأحرار ضبط كميات من البصل المستورد من مصر على المنفذ الشرقي للمدينة وإحالة عينة منها إلى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لإجراء التحاليل المختبرية للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للمواصفات الليبية أنحايسي أوضح أنهم يبذلون جهدهم للمحافظة على الصحة المواطنين بالحيلولة دون وصول السلع المشتبه بها إلى الأسواق مشيرا إلى أنهم احتجزوا الشحنة بناء على كتاب وارد من جهاز المخابرات العامة حول عدم صلاحية البصل المصري للاستهلاك بعد برقية من وزير البيئة والزراعة السعودي أثبتت أن البصل المورد من مصر ملوث وغير صالح للاستهلاك أنحايسي أرجع اهتمام المخابرات بهذا الموضوع الغذائي إلى علاقته بالأمن القومي قائلا إنهم أجلوا اتخاذ أي قرار بشأن الشحنة المحتجزة في مصراتة إلى حين وصول نتيجة تحليل العين من مركز الرقابة مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية السابق أحمد جاب الله أكد لليبيا الأحرار أن الإجراء المفترض في مثل هذه الحالات هو إحالة عينات من كل شحنة من البصل على حدة لإعطاء حكم بصلاحيتها أو عدم صلاحيتها محذرا من تعميم الأحكام على منتجات بلد من البلدان أو أي صنف من أصناف المواد الغذائية المحافظة على الصحة المواطنين تستدعي تظافر عديد الأجهزة الرقابية والضبطية لمنع وصول ما يضرهم إلى الأسواق بحسب مختصين في وقت حاصرت فيه الأزمات المواطن العادي من جوانب عدة